التقدم في صعد معقل الميليشيا ليس امرا سهلا لكنه اصبح ممكن وواقعا على الارض فمنذ اشهر اعلن الجيش الوطني عن فتح جبهة جديدة انطلاقا من الحدود اليمنية السعودية باتجاه مدينة صعدة والواضح حتى الان ان هذه الجبهة تسير بثبات وتتوغل في عمق سيطرة الميليشيا محافظ محافظة صعدة قال في تصريحات صحفية ان قوات الجيش تمكنت من السيطرة على منطقة العطفين وبئر السلام وما يجاورهما من قرى ومناطق نائية اثر مواجهات عنيفة سقط فيها اكثر من اربعين قتيلا من الميليشيا بالاضافة الى سيطرة الجيش على مخازن اسلحة تضم صواريخ حرارية ايرانية واخرى روسية الصنع لتصبح طلائع الجيش على بعد اربعين كيلو مترا من مركز مديرية كتاف شرق المحافظة تأخذ معركة صعدة العديد من الاعتبارات المهمة فعلاوة على انها كسر لعظم الميليشيا في معقلهم الفكر والعسكري فهي ايضا تؤمن لمنطقة عازلة في الحدود السعودية داخل العمق اليمني وحتما سيكون لنتائج هذه المعركة اثر كبير على المواجهات في باقي الجبهات وقد بدى واضحا تركيز الميليشيا دعمها بالافراد لجبهة صعدة محللون يرون ان هذا التقدم سيسهم بشكل كبير في خلاص السكان في المحافظة التي حولها الانقلابيون الى معتقل كبير للأهالي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة